أنا سألتك وقلت لك اختار ثلاث مدافعين في جيلك شايفهم أفضل تقول لي مين؟ في جيل أنا؟ أه أنا في الفترة أنا كنت أشارك فيها مش عايزة أتكلم طبعا عن نفسك كان فيه ناس مميزة كير كنت أنا وأنا وأنا لا مش قوي كده أعوز بالله لا مش كده يعني طبعا كان معنا وقال الجمعة كان معنا وقال الجمعة وقال سعيد كان قابلي شوية برضو يعني إبراهيم سعيد كان من مميزين جدا بس كان قابلي بس طبعا إبراهيم هو بس نقطة الالتزام شوية اللي كانت تفرق معك كتير جدا في الكورة بس يمكن مع السحر مش عايز أنسى حد يعني انت شايف أن الالتزام بيفرق مع اللعيبة؟ طبعا طبعا أه الالتزام بإيه بالضبط؟ حيات لعيبة كورته بحياته برا الملعب قبل الملعب كمان كنت لسه هقول لك أنه هو التزام جوه بالتدريبات وكده ولا حياته الشخصية؟ لا برا حياته الشخصية دائما ودايما ناخد قدوة لنا لأنه ده أكتر واحد ناجح دلوقتي هم اتنين وممكن ثلاثة كمان ممكن محمد صلاح والنيني وتريزيجيه بص على حياتهم خارج المستطيل اللي أقدر عامله ازاي؟ التزام والانضباط وكل حاجة عنده مدروسة وواغد وبروفيشنال جدا في تعاملاته لكل حاجة في حياته وجايب واحد متخصص انت منفعش تطلق منت راجل بروفيشنال المحترف لازم تدير حياتك صحة بالذات لما تبقى محترفين اشتركوا في القناة